بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يغافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام التقى والدى وسيد البرية والورى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اصطفى أيها الإخوة والأخوات أهلا ومرحبا بكم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامج كراءات ومعاني في موسمه الرابع وهذه الحلقة السابعة عشرة ونبدأها بلمحة موجزة عن سيرة الليث بن خالد وهو الأبو الحارث الراوي عن الكسائي فالليث بن خالد الراوي عن الكسائي هو الراوي المقدم في الرواية عن الكسائي وهو بغدادي ومروزي وهو أحد نواة القراء السبعة وهو إمام مقرئ وثقة ثبت وكان ضابطا حاذقا من كبار المقرئين ببغداد وتصدر للإقراء ببغداد وحمل الناس عنه وقد صاحب علي بن العليا الكسائي وصاحب أيضا كذلك صاحب علي بن حمزة الكسائي وهو مقدم في الأداء بين أصحابه وشيوخه كثر فهو قرأ على الكسائي رحمه الله تعالى على بل حسن علي الكسائي وسمع الحروف من حمزة بن القاسم الأحول وابي محمد يحيى اليزيدي وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة أربعين ومئتين للهجرة النبوية والراوي الثاني هو الدوري وقد مضى ذكره عند ذكر أبي عمر بن العلاء البصري كما قال فالدوري قد روى عن الكسائي وروى كذلك عن روى كذلك عن أبي عمر بن العلاء البصري كما قال الشاطب رحمه الله تعالى وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أيها الأحب الكرام نبدأ من سورة الطلاق من الآية السادسة والعشرين وهذه الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم وإن تعاسرتم فستنضع له أخرى هذه الآية السادسة وليس السادسة والعشرين من سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم أسكنوا المطلقات من نسائكم في أثناء العدة مثل سكناكم على قدر سعتكم وطاقتكم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا تضاروهن لا تلحقوا بهن ضررا لتضيقوا عليهن في المسكن ليخرجن حتى يكون ذلك سببا لإقراجهن من وجدكم الوجد مثلث الواو يعني وجد ووجد ووجد يعني الوسع والطاقة من وجدكم من وسعكم وطاقتكم الجمهور قرأوا بالضم من وجدكم يعقوب قرأ بالكسر من وجدكم وهذه يجوز فيها يعني التثليث كما ذكر أهل اللغة وجدكم وجدكم ويعني فهما لغتان أيضا الآية التي بعدها السابعة فيها قراءة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا كما مر في الآية السابقة الزوج ينفق من وجده مما وسع الله تعالى عليه على زوجته المطلقة وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سعة في الرزق فإنه ينبغي أن لا يقتر عليهم ومن ضيق ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في الرزق وهو الفقير فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله الفقير مثل ما يكلف الغني سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد ضيق وشدة سعة وغنى وهذا وعد الله كما قال الله إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هنا أبو جعفر قرأ سيجعل الله بعد عسر يسرا عسري يسرا وهذه طريقته إن مع العسر يسرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هكذا قرأ أبو جعفر من العشرة وموافقة لبعض اللهجات في نطق العسر أو اليسر ننتقل بعدها إلى الآية الثامنة يقول ربنا عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وكأي من قرية يعني كثير من القرى عصى أهلها الله سبحانه وتعالى عصوا الله تعالى وأمر رسله كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتت تمادوا في الطغيان تمادوا في الكفر فحاسبناها على أعمالهم حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عظيما منكرا فتجرعوا فذاقت وبال أمرها تجرعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم وكان عاقبة أمرها خسرا عاقبة الكفر وعاقبة العصيان الهلاك والخسران يعني خسرانا لا خسرانا بعده هنا كأي هذه اللفظة مرت معنا في سورة آل عمران وفي سورة يوسف عليه السلام كأي كلمة بمعنى التكثير وكأي كثيرا ما وهي بسيطة يعني موضوع للتكثير يعني هي كلمة واحدة وقيل هي مركبة من الكاف كاف التشبيه وأي الاستفهامية وهذا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبوي فهنا أي ليست يعني هذه ليست استفهاما حقيقيا ولكن المراد التذكير المستفهم يعني التذكير المستفهم بالتكثير يعني هذا المقصود يعني الجمهور قرأوا وكأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف ويعني ويا أيضا مشددة بعد الهمزة كأي مثل كصيب ابن كثير قرأ وكاء من قرية كاء فأصبح مدا واجبا متصلا لأنه جعل الهمزة بعد الألف والهمزة مكسورة بعد الألف بوزن كاهن فأصبح عنده مدا متصلا كائن ومثله أبو جعفر لكن أبا جعفر من القراء العشر يسهل الهمزة مع القصر والمد وكائن من قرية وكائن من قرية فإذا هما لغتان في كائن وكائن أو كائن على قراءة أبي جعفر أي كثيرا ما ونقرى كما مر معنا في سورة الكهف النقر بضمتين وبضم وسكون يعني وهو ما ينكره الرأي من فضاعة يعني فضاعة العذاب وكيفية العذاب انكارا شديدا نقرى نافع وعاصم من جهة شعبة وكذلك أبو جعفر ويعقوب أيضا من العشرة قرأوا بالضمتين النقرى بضمتين الباقون قرأوا بسكون الكهف يعني بنقرى إما إذن نقرى هي لغة أيضا ونقرى وهذا كما مر يعني كما قلنا مر معنا في سورة الكهف الآية العاشرة يقول ربنا عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أنزلنا إليكم ذكرا أنزل الله إليكم أيها المؤمنون ذكرا يذكركم وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله تبارك وتعالى هذا الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ عليكم آيات الله مبينات موضحات لكم الحق من الباطل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر بن علاء البصري وشعبة مبينات بدل مبينات مبينات بدل مبينات يعني بفتح ألياء مبينات مبينات فالآيات مبينات من واضحات يعني موضحات يعني من قبل الرسول في تبيينه من قبل ما جعل الله تعالى من الأدلة المعضدة لهذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل فالله عز وجل يعيد ويبدئ في الأدلة ودليل يوضح دليلا وآية توضح آية وحديث يوضح آية فهي مبينات والألباقون قرأوا بالكسر مبينات فالآيات يعني هنا اسم فاعل مبينات فالآيات تبين يعني الحلال من الحرام تبين الحق من الباطل تبين طريق الجنة من طريق النار فهاتان قراءتان يعني كلا القراءتين أو كل قراءة تؤدي إلى جهة من المعنى وأيضا في قوله تعالى ندخله جنات كما مر معنا في سورة التغاب قرأ هنا نافع وابن كثير وابن عامر بنون بنون العظمة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جناته الباقون قرأوا بالياء على أنه عائد إلى اسم الجلالة سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله فعلى قراءة نافع بن عامر يكون فيه يعني سكون الالتفات يكون فيه الالتفات لأنه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا قال بعد ندخله 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 فهنا يعني التفت من الغيبة إلى التكلم يعني وهذا فيه العناية بهؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى أيها الأحب الكرام نتهينا الآن من سورة الطلاق القراءات الواردة في سورة الطلاق فنحن لا نستعرض كل ما في السورة وإنما نستعرض المواضع التي فيها القراءات المختلفة في سورة التحريم أيضا ثمت قراءات وسميت السورة بالتحريم لذكرها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما أحله الله له وافتتاحها بالعتاب لذلك التحريم وهذه السورة سورة مهمة جدا في تربية البيت المسلم سورة التحريم وتهيئة النموذج الأكمل للأسرة السعيدة ولا تكون أسرة سعيدة إلا إذا وقيت من النار يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وفيه يعني النموذج بالنسبة للأسرة السعيدة من خلال النهي عن إفشاء الأسرار التي تكون بين الزوجين فلا ينبغي للزوج أن يبث سر زوجته ولا العكس وتنبيه الزوجات على أن على أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن وأحث المؤمنين على تربية الأهل ووعظهم والعمل على وقايتهم من النار كما مر نبدوها إن شاء الله تعالى بالآية الأولى يقول ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا عتاب من الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام حين حرم على نفسه سريته ماريا ماريا القبطية أو حرم على نفسه شرب العسل روايتان مراعاة منه صلى الله عليه وسلم لخاطر بعد أزواجه تبتغي مرضات أزواجك وهذه في قصة معلومة في التفسير فأنزل الله تعالى هذه الآيات يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الذي أنعم الله عليك بالنبوة والوحي والرسالة لما تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك وهذا فيه معني إذا كان الله تعالى يعاتب أنه صلى الله عليه وسلم في تحريمه للعسل أو فيما أحل الله تعالى له من ماريا القبطية فهذا درس لنا لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله من الطيبات مما أباح الله تبارك وتعالى لنا لأن بعض الناس بصورة ما من الصور يكاد يحرم الحلال يحرم الطيبات ويعيب على بعض الناس ما أصابوا من الحلال أو من الطيبات وهذا لا يجوز هذا لا يجوز تبتغي مرضاة أزواجك أي بذلك التحريم مرضاة أزواجك والله غفور الرحيم وهذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفع عنه اللوم ورحمه عفى الله عنك كما قال عز وجل في آيات سورة التوبة لعفى الله عنك يعني بدأ الله تعالى بالعفو قبل العتاب وهذا من حكمة الله تعالى أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك سبباً لشرع حكم عام لجميع الأمة فقال الله تبارك وتعالى يعني ذلك حتى نعتبر ونتعر طيب في بداية الآية يا أيها النبي لما تحرمه طبعاً قرأ نافع بالهمزي النبي وقرأ الجمهور النبي كما مر معنا والنبي كما مر بمعنى المنبئ من النبأ والنبي بمعنى من نبأ بمعنى ظهر فهو المظهر المظهر طريق الله تبارك وتعالى أو رفيع القدر الآية بعدها يقول الله عز وجل الآية الثالثة وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا يعني كثير من المفسرين يقولون هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وأمر أن لا تخبر بهذا الحديث أحدا فقامت حفصة ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرت عائشة بذلك الخبر الذي أذاعته الجمهور قرأوا في قوي في النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب بعد ذلك حفصة قال عرف بعضه وأعرض عن بعض الجمهور قرأوا عرف بالتشديد الكسائي قرأ عرف بتخفيف الرع عرف بعضه عرف بعضه عرف بمعنى يعني علم بعضه علم بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني 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 معنى السر الذي الآتي يعني أظهر بعض بعض ذلك التي أفشته يعني في من سر النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق حفصة ولم يصح أنه طلق عليه الصلاة والسلام وإنما هنا النبي عليه الصلاة والسلام عاتب فهنا عرف بمعنى علم ويكون ذلك من باب أيضا التعريف يعني يقول العرب للمسيء لأعرفن لك هذا ويقولون أيضا لقد عرفت ما صنعت لا لقد عرفت ما صنعت مقصود أيضا أنه بين وعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعض كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما منه وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام في المعاتبة وفي التأديب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاتب بكل الكلام وإنما بدأ يعني عاتب ببعض الكلام وحصل بذلك المقصود بأن يعلم يعني أن يعلمها بعض ما أفشته يعني وأعرض عن بعض يعني يقول سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام ما زال التغافل من فعل الكرام الحسن البصر رحمه الله تعالى يقول ما استقصى كريم قط وما زاد على المقصود بقلب العتاب من عتاب إلى تقريع يعني بمعنى أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من حسن أدبه أنه ما قرع بذكر كل ما بلغه من الله تبارك وتعالى في إفشاء السر وإنما كان حسن العتاب وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في القلق فقالت له من أنبأك هذا من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منه فقال نبأني العليم الخبير العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى الآية الرابعة أيها الحب الكرام بعدها إن تتوباءنا الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوب إلى الله يا حفصة ويا عائشة فإن وجدت التوبة في قلوبكما مالت قلوبكما إلى محبة الله وما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم شاء سره فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر أصل تظاهر تتظاهر فقربت التاء ضاءا لقرب المخرج وادغمت في ضاء الكلمة وهذه قراءة الجمهور تظاهر وقرأ عاصم وحمزة الكساء تظاهر بالتخفيف قراءتان تظاهر وتظاهر فهما قراءتان أيها الأحب الكرام نقف عند هذه الآية لختام الحلقة ونعود إليها إن شاء الله تعالى في ذكر قراءة القراء في جبريل عليه السلام وإلى ذلك الموعد في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعل عملنا في رضاه وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة